السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الفل صباح الجمال صباح العسى على الغد أهل الزوجة يا شباب عاملين ايه يا رب ان تكونوا كخير في بداية الفيديو طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل السلاة وأسكى السلام طبعا زي ما انتوا شايفين كده فيش نظافة أكتر من كده والحمامة هو طاير وماشاء الله كده ربنا يبارك ومنظفينا هو من قبل ما نصور كمان تاني علشان الناس اللي بتقول ان احنا مهمين في الغدية طبعا نسا راجع من الشغل راجعت يا بادري الحمد لله فقلت المطلع الحق قبل الدنيا ما تضلم وصور لكم فيديو كده واحنا مع بعضينا ويريدكم طبعا نظافت غيتي طبعا يا جماعة والله احنا على طول بنظف بس هي للأسف فترة كده شغل وضغطة شغل فمعليش اعذروني لو اهملت في حاجة وانا عارف ان دي روح مقدر جدا ان دي روح وانا لازم اكرمها علشان هي كمان تكرمني فاحنا مع بعضينا هو وبرضو بنحاول ان احنا نحسن من نفسنا علشان نفسنا وعلشانكم وعلشان نقدم لكم محتوى ان شاء الله يلقي بي ويلقي بيكو طبعا قبل اي حاجة وانا طالع برضو قلت محرمكوش من حاجة كده ونجيب معانا اربع لامونات اربع لامونات زي ما حضراتكم شايفين كده كانوا موجودين في التلاجة عندي وخلاص يعتبر ايه دخلين على ان هما هيتبالوا او هينشابوا فاحنا قلنا بدل ما ينشفوا ويترموا احنا ممكن ناخدهم ونقطعهم ونحطهم على المية للحمام هتبقى مفيدة جدا وحلوة جدا للحمام ده جماعة مضاد ضحاوي طبيعي ومطهر طبيعي هيتطهر معدد الطائر اللي عندك والحصائي اللي بتاعته وهيخليه بص يدعي لك فطبعا ديت عندك حاجة زي كده ممكن كل فترة كده تروح حاططها للحمام على المية طبعا السكينة دي اصلا مش بتاع التقطيع احنا نطلعينها بننظف بيها بس عادي هنقطع بيها كده اللمون علشان نحطه للحمام على المية بس قطعنا اللمون بتاعنا كده جماعة وتعالوا بقى ايه نعصره على جرد المية كده ونمسق للحمام منه واد جرد المية بيتملي نجيب اللمون بتاعنا ونعصره في قلب الجردل كده بحيث ان هو ايه ياخده اكبر فايدة ممكنة يعني عادي الجردل ده ممكن مسلا ياخد له قول خمس لمونات ولا حاجة وهيبقوا زي العسل قوي عليه طبعا نفضي اللمونة خالص يستحسن لو تشيلي البزر بتاعها بس انا بصراحة ربنا ما بيبقاش عندي خلق طبعا اعذرون يا جماعة انا بصور بايد وباملى الجردل وبعصر اللمون بالايد التانية بس كده وعلى فكرة جلعان اللي احنا بنعمله ده مش عاك والتانك اللي احنا بنحطه على المية للحمام ده مش عاك دي املاح معدنية دي بتتبع في السيدلية فبدل ما هي بتتبع في السيدلية لأ انت بتجيب حاجة لها نكهة وليها طعم ممكن تديها للحمام بتاعك وهتفيده اللي انت بتجيبه من السيدلية حلو واملاح معدنية برضو بس ملهاش طعم فانا عايز احبب الحمام في العلاج كأن مثلا ابنك لما بتجيب له دوب الفراولة او دوب المشعارف في النعناع او الكلام ده نفس الفكرة برضو مع الحمام جميعا عمر بن عمي كان لسه هنا في الغية ومسق للحمام فطبعا هو حط ميا عادية فاحنا هنشيل الميا العادية بتاعته وهنحط الميا والملمون بتاعتنا الجديدة دي تمام كده دي كده ميا بلمون وزي العسل وتعالوا نبدأ واحدة واحدة كده نفضي كل مسأة ونملة غيرها طبعا القص الجمال دول على فكرة جماعة القص دول بيجيبوا زغليل دماغها حلوة لو لاحظتوا الغية دي لسه مرفوعة جديدة فطبعا كان اول لما رفع الغية كل حد هنا الدالو مثلا اللي عنده زغليل الدالو اللي عنده شبابات الدالو علشان يبتدي ايه كزاي بيباريكلو يعني على الغية الجديدة فطبعا احنا ادينا له زغلول من الزغليل الرواحنا دي فمقدم عاكوا قوي دلوقتي لسه مكلمنا مبارح على الزغلولين دول علشان عايزهم لان عجبوا دماغ الحمام اللي عندنا الحمد لله فتعالوا بقى ايه واحدة واحدة كده نملة للحمام برضو احنا بحب ندردش معاكوا كده واحنا بنتكلم ماشاء الله ده مسود واقف على الطنجر بتاعه او طاج انت قلبه وعمله زي الطنجر كده ما شاء الله عليه والركم طبعا فرد الحمام ده عجوز وده طبعا عجوز عنه كمان يعني فرد الحمام ده عمره ما يقرب على الخمس سنين بس ما شاء الله وش وش شباب كده كده مساءنا للحمام ده كله اكمل انا وارجعلكو على طول طبعا الوش ده جماعة واقف هنا كده فانا خايف برضو الهوا شوية هوا يجو يطياروها فانا ايامهم في الحتة ده كده على جنب كده ايه جنب الطباق نسيب الممر بتاعنا هنا نضيف ويبقى حلو بارو طبعا انا حطيت الخفاف الاول وبعد كده حطيت عليهم الوش الكبير بحيس يتأقلهم هنا طبعا يا جماعة القص ده كان محصي ومطلع زغلولان وتحتي زغلول واحد اهوا طب الزغلول الثاني راح فين ومطلعين الزغلولين عن برة ما شاء الله فانا زي الامة كده بالظلاب فطبعا الزغلول التاني راح فين القص ده вообще ما بيعرفش يزوق زغلولين ووبيزوق زغلولين بيخلي واحد فيهم يطلع بعيف شوية فتعالوا كده على القص اللي جانبه هتلاقوا الزغلول التاني بتحت منه طبعا القص ده جماعة حنتين قوي ما شاء الله عليه في الزق حلو جدا فانا ايه مزنوق في اي حاجة بروح مدهاله وطبعا ده الزغلول التاني مشاها الله هم بص كلفينه وموكلينه ومخلينه زي الفول طبعا زغلول عنباري طالع مشاها الله كامل فربنا يطرح لنا فيهم البركة وزي ما حضراتكم شايفين اهو عشان هو مش عايز يدينا وشه اه طبعا دي حاجة برضو لقطة كده حبيتها ورها لكم ان طبعا لو انت بزي نقتف حاجة زي كده عندك قص زي دول بتبتدي ان انت تشغل تحت منه على طول يأكلت وزي ما حضراتكم شايفين الهوى شغال والمغربية دخلت علينا والحمام واقف على العرق وانت مش عايز حاجة تاني من الدونيا بس الدونيا نظيفة ايه انا باشكر كل اللي انتقابني علشان انا دلوقتي مرتاح نفسيا وهي الدونيا نظيفة فشكرا جدا لكم بس ما تنسوناش في دعواتكو دي حلقة خفيفة كده وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت رسه مشتركتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر